هاي يا جماعة و انا حلا انا و اخي و امي كمان قاعدين منجهز البيت عشان في مفاجأة اوكي رح تستكشفوا باخر الفيديو في مفاجأتين بهذا الفيديو فاتبعوا معانا للاخر هلا امينا قاعد بيحط ملابسه بالحقيبات اتبعوا حقائبه ايش قاعد بتسوي عم وحط الملابس بالحقائب اه تمام المهم انا حلا قاعدة عم منظف غرفة ماما و بابه اوكي هلا ماما قاعدة بتحط الغراد بالصناديق فارح شوف شوف بابا هل خلص بابا انت خلصت ايوه حطت كل شي بالسيارة يلا انتو خلصوا بسرعة خلي نروح نورة هلا قاعدة بتنتظرنا يلا تمام تمام بابا هلا رحلوح اخبرهم امير ماما قالكم بابا انه نورة هلا قاعدة بتنتظرنا وانه هو خلص فلازم نسرع عشان هلا نروح السيارة يلا انا جاهز يلا ماما بسرعة بسرعة خلص روحي انتي خلي ماما انا اساعدك عشان تخلصي بسرعة تمام شكرا اوكي على فكري كثير منكم اعطتوني اقتراحات تبع اسما انسمي القطة تبعنا سميناها لونا شو رأيكم يا جماع احنا اخذها كمان معانا تعالي تعالي يا لونا اوه بدنا نشتري قطة جديدة كمان على فكري يصيروا عندنا اثنين فما تخافوا رح اعطيكم تقترحوا علينا اسما اكثر المهم رح اغير ملابسي هلا و رح ارجالكم يا جماعة جهزت حالي شوفوا كيف صرت عندي كثير اغراض انا مام يلا عادي شوفوا كايز معي القطة معي كل حقائبي هلا رح نروح السياري مع بابا انتظريني انا كمان جاهز يلا نروح اه ما سألتك او مي جود بابا صار يستعجل فينا بعدين هلا انا جهز وهو لسه ما خلص هين اجينا بابا خلي أسوق أنا بليز تمام اللي بدك يس يلا يا الله باي باي منزلنا ياه أخيرا وصلنا خلص خلص حط السيارة هون يا أمير أوكي يلا أنزلوا خلينحط الحقائب وكذا كل شيء هون بصندوق السيارة أوكي أوكي هلأ كلنا قاعدين منحط أغراضنا هه أخيرا وصلنا ورح نشوف بنتنا أخيرا أخيرا خلص ماما خلص بابا يلا خلي نروح هلأ قاعدة بتنتظرنا أكيد يلا صح يلا يا جماعة نورة أوه ماي جود أخيرا أجيتوا من الصبح أنا قاعدة بنتظر ياه كثير اشتقنا لك أوه كيف حالك عنشت أنه كثير اشتقنا لك أنا كمان نورة زمان ما شفناك أختي الصغيرة ماما كثير اشتقت لك كمان هيا يلا روحي سلمي عليها بنتي عن جد كثير اشتقت لك كبرتي كثير عن آخر مرة شفناك فيها لا يا ماما ما تبكي أنا كمان كثير اشتقت لكم خلص يا جماعة لسه في مفاجأة كثير حلوة خلين نروح لا أستنى هو عن جد انه زمان ما يعني اجتمعت العائلة كلها لو بتتساعدوا يا جماعة انتوا اللي بتتفرجوا طبعا هادي أختي الصغيرة طبعا عمرها سبع سنوات لا لا ثماني أسفي 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 عمرها ثماني سنوات اسمها نورة وهي بتدرس بمدرسة داخلية بهذا المكان الكبير مدرسة داخلية يعني مدرسة فيها سكن فبتعيش بها المدرسة وبنشوفها بس مرة بستة أشهر أو هيك يعني بس بالعطل فما بنشوفها كثير بس ان شاء الله هلأ عنا مفاجأة لها كثير حلوة وخبر كثير حلو لعائلتنا كلها طبعا هي بتدرس بمدرسة داخلية لأنه هي طفلة ذكية وكثير بتحب تتعلم اللغات فعشان هيك أبي وأمي كمان سجلوها بهذه المدرسة الداخلية اللي فيها كثير فرص عشان تتعلم لغات وكثير شغلات ما علينا هلأ خلي نكمل يلا قايز أوكي يلا يلا في مفاجأة كثير حلوة أركبوا أنا رح سوء هيا بس سيارة فيها بس أربع مقاعد شوفوا أنا وين وقفت ما تخافي هذه مشكلة كمان رح تنحل بها المفاجأة الجديدة بس أصبر شوي هنيك آم أوكي قربنا المكان عشان تعرفوا شوي مفاجأة مش قادرة أصبر والله أوكي هذه هي أول مفاجأة رح تشتري لي سيارة؟ يا بند أنا اللي عملي 16 وما اشترولي هذه سيارة بابا الجديدة خلي ندخل يلا مرحبا تتذكرني؟ سلام عليكم عليكم السلام أنا أمير جيت عندكم بارح عشان أطلب السيارة جاهزة؟ هلأ بدنا نأخذها وندفع معي بابا هيا مرحبا أهلين أيوة جاهزة السيارة تعالوا بدنا نروح نشوفها تمام يا ابني أنت اللي اخترت السيارة أمير؟ آه آه أنا يلا تعالوا أمير أنا كمان بدي سيارة على فكرة لأنه أنا بحب السيارات أكثر منكم تمام يا نورة لما تكبر إن شاء الله بشتري لك سيارة هلأ أنا اللي عندي رخصة سيارة مو أنتي يلا كثير من تحمسة السيارة الجديدة هذه من دوئي يا أمير؟ ليس شو مالي أنا خليها تشبهني تعالي نورة أنت بتفهميني تعالي تعالي احنا بصياني ساح حبيتها استنى فيها كثير مقاعد بابا شفت فيها ست مقاعد ما شاء الله عليك ابني والله نروح ندفع يلا انا مبسوطة انا مبسوطة انا مبسوطة يا الله ليه هذي دايما ليه دايما بتحرجينا بالشارع اول اشي مالك دخل تعالي اشي خليني مبسوطة دايما برق اسلام بكم مبسوطة تعالي اشي احنا هلا مو بالشارع خليني استنى كم ثمنها يا ابني ما ما تفكر بابا والله انها رخيصة تعالي اصلا بدي اساعدك بشوي مصاري اللي كنت عم جمعها من السنة الماضية تمام والله شكرا يا امير ابني ههههههى تماما اعطونا شو هل اسم تبع الشراء بابا نكتب السيارة باسمك لا دعني نكتب باسمك عادي لا لا بابا هذه سيارتك تمام كتبوها باسمي ما بنعرف اسمك شو اسمك اسمي محمد اوكي محمد لقبك الاسم العائلي نورا خلي اعلمك الرأسة تبع الفرح تبعي لما انباست بسوي هيك انا مبسوطة انا مبسوطة انا مبسوطة اوف ما بدي اتعلم رأستك هادي شو معلي انا لو انت مبسوطة اوكي خلاص افرحي شوي شوفي انا شو مبسوطة يلا ام لا شكرا في ناس هون اسراء خلاص رح روح الجس مع ماما يلا باي اوه خلاص خليها حبيتي يا بنتي السياري يا حلوة كتير منت حمسة مفاجئة اللي بعد بحرف ان رح نروحها منزل جديد بس ما بعرف كيف شكل واوين موجود يم يا ضح أما بقدر استنى ام أمية لسه لم يبلغ لغا لا لسه ام اكي بسرعة 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 يلا يلا روحي اجلسي مع هدها اوكي المهم هلا يا جماعة خلصنا وراح نروح نركب على السيارة الجديدة تبعنا يلا يا جماعة اركبوا يلا انا حزو واو المقاعد مناسبة المهم هذي هي سيارتنا الجديدة طيب شو هي مفاجأ اللي بعدها منزل جديد هلا احنروح له ياي او ماي جاد وصلنا يا جماعة طيب رح نحط هون السيارة هذا هو القراج يلا وصلنا يلا نزلوا خلي افتح السيارة لماما ونورا بس يلا 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 اسراء انت نزلي لبحتك معنك اميري او ماي جاد منزل كتير بجنة المنزل انا اشتريت الاسبوع الماضي اتمنى يعجبكم ايو انا كنت معه عفكري يلا تعالوا هذه هي الباب وخلص استكشفوا زي ما بدكن اقولكم يا جماعة انا هلا كتير مصدومة والله ما اتوقعت هيك انا منزل كتير بجنة او ماي جاد ماما البيت كتير حلو بعرف يا بنتي بعرف نورا ادخلي يلا استني قاعدة عم بحسب شو بتحسبي موقت الدراسة هلا يلا يلا تعالي يلا خلي نشوف وين غرفتي وين غرفتك وين غرفتنا تعالي نورا نختار لك غرفة شكرا اخي اوه على الاقل انت بتقولي شكرا مو زي اسرع بابا البيت كتير حلو شكرا كتير اكيد يا بنتي اكيد ماني مصدقه هذا البيت فيه طبقتين مامي المطبخ كتير حلو صح اوه القط كمان عجبوا المنزل خلي اسعد فوق اوكي اعتقد هذه رح تكون غرفة واو اكيد هي الغرفة الكبيرة هذه غرفة امير اخي الكبير اللي عمره 18 هلأ فيه الدرج احس نفسي غنية وانا كده اصعد في الدرج واو امير غرفتك هي الغرفة اللي تحس ايوه ما تقرر بي لها بلا 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 ما تخاف اوه اعتقد هذه غرفتي اوه بس شو صغيرة لا هذه غرفة نورا نورا شو رأيك في غرفتك كتير حلوة منيح انو عجبتك اسرع تعالي ورجيك غرفتك انتي يلا حطي اغراضك انتي يا نورا بخزانتك ورتب غرفتك تعالي انتي هذه اللي جنب غرفة نورا هي غرفتك شوفي كبيرة صح اممم هي الغرفة حلوة بس مش كبيرة زي غرفتك شوفوا انتي صغيرة ايش هل انتي بتعرفي احسن من المهندسين يعني ترى المهندس بيقول انو هاي الغرفة نفس حجم الغرفة الموجودة تحت فاسكتي كوني شوي والله انت كمان تعلمت تقول كلمة كون بس انت كنت بس عم بمزح بعرف انه نفس الحجم وعجبتني الغرفة كثير حتى لو كانت غرفة صغيرة رح تعجبني الشو قال خلاص اطلع من غرفتي يلا مزعجين والله ماما عجبك المنزل ايو ايو كثير حلو منيح بابا عجبني المنزل يس خلي اروح اشوف غرفتي يو اخدت اكبر غرفة اوه السرير كثير مريح كمان واوه السرير اكبر مني بمسافات رجاحة رجاحة هم القتب الموجودة هون حبيتها وهذا الكمبيوتر كمان اوه خلي اجرب السرير اوه كثير مريح حبيت والمنظر اوه فيه بلكونا اه غرفتي فيها بلكونا اقدر اشوف كل الشارع شوفوا منزلنا القديم بقدر اشوفوا من هون شوفوا هايو موجود حنيك منزلنا القديم شوفوا مدري هل بيبين بس هذا هو واو حيا هون شوفتوا كثير مبسوطة انا لا يا الله كأنه سمعت اسراء بتقول انها مبسوطة ما ترقصي ارجوك كيف عرفت يا الله انا مبسوطة انا مبسوطة انا مبسوطة يا الله شو دخلني انا يعني خلي اشوف نورة شو بتسوي بغرفتها اوه هي كمان قاعدة بترقصي يا الله خلي اكمل نومي انا افضلي لا 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 اتقل الجيران قاعدين بيشاهدوا اوه لازم لازم ارجع لغرتي يا الله شو الحرش لازمني ستائر بس يلا عادي انا شو ملازم ارقص بالشارع ما بتتخيلوا ادي انا هل بصوتة عشان احنا منزل جديد وكمان عشان اخيرا لتقينا باختي عن جد لستاتني ما مصدق كثير شتقنا لها انا كمان شتقت اشتقت لها معاكم بالعائلة وتبس اقولي انك اشتقتين يا عادي انا اختك الكبيرة لا طلعت البنت زي بس بترقص المهم اتمنى ان اعجبكم الفيديو استنوا اجمع العائلة كلها اوكي هين اجبت لكم العائلة كلها المهم guys بتمنى ان ايكون اعجبكم الفيديو ما تنسي انكم تحطوا لايك وماشتركوا بالقناة وتركبوا الفيديوها الجاي تبعنا بس باي